أكد الصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية مواصلة التعاون الدولي مع منظمة الأمم المتحدة والدفع به نحو آفاق أوسع بما يعود على مسارات العمل بمزيد من التطوير على جميع الأصائد وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تسير بخطا ثابتة من خلال تسخير كافة إمكانياتها نحو بلوغ أهداف مسيرتها التنموية الشاملة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر لقضيبية اليوم معالي السيد عبدالله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين بحضور سموه شيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث رحب سموه بضيف البلاد متمنيا له طيب الإقامة والوفد المرافق له منوها بدور الجمعية العامة للأمم المتحدة في معالجة مختلف التحديات العالمية وسعيها للوقوف على أفضل الحلول التي توفر فرصا أفضل لمستقبل الجميع لافتا سموه إلى أهمية مواصلة الجهود الساعية لتعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وخلال اللقاء جرى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون على المستوى الدولي من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا إضافة إلى استعراض آخر المستجدات في مختلف المجالات من جنبه أعرب رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والمنظمات الدولية على كافة الأصعدة متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر